أهلا بكم لتفاصيل كشف ديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنه تم حجز أكثر من 55 طن من القنب الهندي على المستوى الوطني خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجرية أغلبها تم حجزها في منطقة غرب الوطن فيما تم حجز أكثر من 36 طن من هذا النوع من المخدرات على مستوى الحدود كما تم في خلال الفترة توقيف أزيد من 10 ألاف شخص متورطين في قضايا لها علاقة بالمخدرات بينهم 46 أجنبية